الورشة التي انطلقت عمالها منذ أسبوعين بهدف تعزيز قطاع الأمن واحترام النظم القانونية لحقوق الإنسان في مدان العمليات العسكرية نظمت بتمويل من برنامج دعم القوات المشتركة لمجموعة الدول الساحل الخمس وذلك لصالح عدد من عناصر الدرك الوطني الكادي تلقى خلالها المشاركون معلومات متنوعة حول كيفية مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود ممثل الاتحاد الأوروبي وكذا ممثلة المدربين العسكريين الفرنسين أشعدها بحسن التعاون العسكري القائم بين البلاد وشركائها في هذا المجال النائب الثاني للمدير العام للدرك الوطني عبد الحميد هارون أبد الله في كلمته لاختتام فعاليات الدورة قال إنها تندرج ضمن برنامج بناء قدرات الدرك الوطني الكادي والسعي إلى تطبيق النظم القانونية في مدان العمليات عبر هؤلاء المشاركين الذين سينقلون في القريب العاجل كمستشارين قانونيين في مختلف وحدات قوات الدفاع والأمن المنتشرة بالمناطق الحدودية هذا وفي ختام الورشة وزعت للمشاركين إفادات مشاركة